بالموعد والتوقيت جدوى المواجهات نصف نهائي أولمبيات باريس 2024 مصابقة كرة القدم للرجال السلام عليكم ورحمة الله أنا أخوكم كريم الهندوي ودي قناتي على اليوتيوب أتمنى ويسعدني أنك تعمل لايك للفيديو اشتراك في القناة وكتب لي في صندوق التعليقات توقعاتك لطرفي المباراة النهائية توقعاتك لمبارتي نصف النهائي وهل ممكن يتحقق النهائي الحلم النهائي اللي بنحلم به وبنسعى له نهائي مغربي مصري يارد تشاركني في قسم التعليقات المنتخب المغربي فرحنا النهاردة بتأهله إلى نصف النهائي وبعدها على طول المنتخب المصري بيزود فرحتنا وبيكمل فرحتنا ويتأهل إلى نصف النهائي المغرب اللي كانت معاها في المجموعة كل المنتخبات الأرجنتين وأوكرانيا وأيضا المنتخب العراض استطاع المنتخب المغربي يفوز في الجولة الأولى على الأرجنتين 2-1 المباراة الشهيرة اللي كان رجع الحكم فيها ووقف المباراة أكتر من ساعتين وبعدين رجع للفار ولغى الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين وأنهى المباراة بعد ما تلعب 3-2-1 لصالح المنتخب المغربي رحنا للمباراة الثانية اللي كانت غريبة أيضا طارد لعب من أوكرانيا تفوق المنتخب المغربي على أرضية الملعب ولكن النهاية هزيمة المنتخب المغربي وفوز أوكرانيا 2-1 عشان نروح للمباراة الثالثة في المجموعة اللي كانت ما بين المغرب والعراق واستطاع المنتخب المغربي أن يفوز على العراق ثلاثة مقابل لاشيه ليتأهل المنتخب المغربي متصدرا لمجموعته ويواجه منتخب أمريكا في ربع النهائي ويقصو عليه بربعية نظيفة ويتأهل إلى نصف النهائي أما المنتخب المصري اللي كان مع الدومينيكان وإسبانيا وأسباكستان اتعادل مع الدومينيكان 0-0 فاز على أسباكستان 1-0 وقدر في المباراة الأخيرة يعمل مباراة العمر مباراة التاريخ ويفوز على المتادور الأسباني 2-1 ليتصدر مجموعته والآخر ويتأهل منتخب مصر ليواجه في ربع النهائي منتخب باراجوي منتخب باراجوي المنتخب المصري وصل معه لضربات الجزاء الترجحية تقدم منتخب باراجوي تعادل المنتخب المصري في آخر الدقائق رحنا لضربات الجزاء وتبتسم للمنتخب المصري ليتأهل منتخب مصر إلى نصف النهائي على الجهة الأخرى كان فيه مباراة طبعا ما بين إسبانيا واليابان واستطاع منتخب إسبانيا أن يفوز على اليابان بنتيجة 3 مقابل لشي والمباراة الأخيرة اللي انتهت منذ قليل اللي كانت ما بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الأرجنتيني مباراة متكررة مباراة شفناها في نهاية كأس العالم مباراة شفناها أكتر من مرة والتفوق كان لأصحاب الأرض منتخب فرنسا اللي تأهل وكمل المربع الزهبي في أولمبياد باريس 2024 هنا بقى تسألني على جدول المواجهات بالموعد والتوقيت والملعب عايز أقولك أن المباراة إن شاء الله بتاعة نصف النهاية هتكون يوم الأسنين يوم الأسنين 5-8-2024 5 أغسطس 2024 الساعة 7 مساء بتوقيت مصر 5 مساء بتوقيت المغرب المواجهة الأولى على ملعب فيلودروم مباراة المغرب وإسبانيا المغرب وإسبانيا نصف النهاية الأول إن شاء الله يوم الأتنين الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب على ملعب فيلودروم المباراة التانية ما بين مصر وفرنسا مصر ضد فرنسا إن شاء الله أيضا يوم الأسنين 5-8 ولكن الساعة 10 مساء بتوقيت مصر 8 مساء بتوقيت المغرب دول مبارتين نصف النهائي لأولمبيات باريس 2024 كل التمنيات والدعوات لمنتخب مصر أمام منتخب فرنسا ولمنتخب المغرب أمام منتخب إسبانيا طبعا المنتخب المغربي أمام إسبانيا وذكريات كأس العالم قطر 2022 لما فاز المنتخب المغربي على إسبانيا وكانت مباراة العمر ومباراة التاريخ مباراة الإنجاز أيضا المنتخب المصري أدها وقدود إن شاء الله أمام العملاق الفرنسي اللي عنده مواهب كبيرة جدا بيلعب على أرضه وسط جمهوره المباراة تكون على ملعب الأضواء مباراة مصر وفرنسا ولكن إحنا أدها إن شاء الله نشرف العرب وأفريقيا وكل طبعا اللي بيحب منتخباتنا المغرب ومصر إن شاء الله نوصل إلى المباراة النهائية كل الدعم والمساندة من قناة كريم الهندوي إحنا أدها وقدود لعبتنا تقدر بإذن الله نعمل نهائي تاريخي الآن ضمننا ميداليا إما برونزية إما فضية إما زهبية الحمد لله إما المغرب أو مصر سيحقق ميداليا في لعبة جماعية وهي لعبة الأفضل والأكثر شعبية على مستوى العالم هي كرة القدم ضمننا ميداليا الآن بغض النظر مين هيخدها الحمد لله ضمننا ميداليا في هذه اللعبة اكتب توقعاتك لا تنسى عمل لايك للفيديو اشترك في القناة عشان تقدر تتابع معنا كل أحداث أولمبياد باريس وكل الأحداث الرياضية كان معكم أخوكم كريم الهندوي من مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته